على الرهمة ويكبر للآباء وهم يرطون هؤلاء الأبناء هذه التربية السليمة الصالحة لذلك نحن بعد إذ لم يتساعد الإنسان منها لعله صمعين أن يكثر من الرهمة يكثر من طعاكهما يكثر من الإحسان إليهما على الأقل إذا فاتتنا هذه الفرصة يجب أن لا يفوتنا ما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما تبنوا آذم من فصع منه إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالحا يدعو له أنتم خجرون وصالحون إن شاء الله لا تنسون الوالد في الدعاء سمطران تعالى أن يزمعكم وإيانا وإياكم وإياه إن شاء الله على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى رسول صفية الله وعندما تبين رسول الله فهم جميعا منا ثواب كراءة سورة الفتح